إسرائيل جرح قديم في جسد العالم الإسلامي يجب إزالته موقف نقلته وسائل الإعلام الإيرانية لسيما وكالة مهر ووكالة الأنباء الطلابية أثناء عن الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني في يوم القدس العالمي موقف روحاني من إزالة إسرائيل أجبر الوكالتان على إزالة عبارة يجب إزالته بعدما أوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن روحاني لم يقل ذلك في منطقتنا نشأ جرح منذ سنوات في جسم العالم الإسلامي تحت ظل احتلال أرض فلسطين المقدسة وقدسنا الغالي من طرف إسرائيل وقبل تصحيح الخبر كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سارع إلى التعليق على العبارة باعتبار أنها تكشف الوجه الحقيقي للرئيس المعتدل أما نجاد الذي يجاهر علنا ببواقفه ضد إسرائيل حذرها من عصفة في المنطقة ستقتلعها الهدف من وجود الكيان الصهيوني هو السيطرة على العالم الإسلامي فالكيان الإسرائيلي يتدخل في شؤون العالم الإسلامي عبر أسليب وطرق متعددة ويحاول جاهدا بث الفرقة بين المسلمين كل هذه المواقف أطلقت في يوم واحد يوم القدس العالمي وفيه انطلقت المسيرات من العاصمة الإيرانية طهران ومن مدن إيرانية عدة ردد فيها المشاركون شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل وأكدوا دعمهم للقضية الفلسطينية قبل أن يصل جامع الطهران حيث أدى المشاركون صلاة آخر جمعة من شهر رمضان بإمامة أية الله سيد أحمد خاتمي اشتركوا في القناة